أهلا بكم الانتخابات العامة التي ستجرى في إسبانيا يوم الأحد 23 يوليوز 2023 هي الانتخابات الرابعة عشر في تاريخ الديمقراطية الإسبانية استطلاعات الرأي تجعل 90% من الأصوات المعبر عنها من نصيب أربعة تنظيمات سياسية تجعل في المرتبة الأولى الحزب الشعبي حيث حسب هذه الاستطلاعات من المنتظر أن يحصل على ما بين 130 و140 نائبا يعني سيحسن نتائجه في انتخابات 2019 بأكثر من 50 نائبا المرتبة الثانية تعطيها للحزب الاشتراكي العمالي حيث من المنتظر أن يحصل على ما بين 105 و110 نائبا يعني سيتراجع بحوالي 15 نائبا مقارنة مع الانتخابات السابقة بالنسبة للمرتبة الثالثة يتنافس عليها كل من حزب فوكس وحركة سومار بالنسبة لحزب فوكس من المنتظر أن يحصل على ما بين 30 و40 نائبا يعني سيتراجع بأكثر من 10 نواب مقارنة مع الانتخابات السابقة بالنسبة لحركة سومار هي كتلة يسارية جديدة تم تأسيسها من طرف جولاندا دياس وهي تضم حوالي 15 حزبا يساريا صغيرا مثل بوديموس مثل اليسار الموحد مثل ماس باييس مثل كومبروميس مثل الخضر هذا تنظيم سياسي الجديد ربما هو مفاجأة هذه الانتخابات لأنه سيحصل هو كذلك على ما بين 30 و40 نائبا في البرلمان وهذا ربما بسبب الكاريزمية التي تتمتع بها رئيسته جولاندا دياس جولاندا دياس في الوقت الحاضر تشغل منصب النائبة الثانية لرئيس الحكومة هي من حزب بوديموس وفي نفس الوقت تشغل منصب وزيرة الشغل والاقتصاد الاجتماعي وفي هذه الوزارة حققت نتائج مهمة حيث أنها أصلحت نظام التقاعد نظام الشغل رفعت الراتب الأساسي إلى أكثر من ألف يورو يعني بنسبة 47% مقارنة مع 2018 وكل هذا يجعلها تحتل هذه المرتبة المتقدمة فيما يتعلق بأسباب تراجع الحزب الاشتراكي العمالي هناك عناصر متعددة هناك أولا التوتر داخل الحكومة بين قطبي الحكومة بين الحزب الاشتراكي وحزب بوديموس حيث كانت هناك خلافات كثيرة الحكومة تم تغييرها في ولاية واحدة خمس مرات وهو رقم مرتفع هناك كذلك الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالجائحة الجائحة حرمت إسبانيا من مورد أساسي وهو سياحة كذلك التدخم ارتفع بنسبة 10% أزمة الغاز المرتبطة بالحرب في أوكرانيا كذلك أضرت بالحكومة لأنها كان عليها أن ترفع سعر الكهرباء بشكل مستمر فيما يتعلق بالبرامج الانتخابية للأحزاب الرئيسية نأخذ كنموذج برنامجين الانتخابيين للحزب الشعبي والحزب الاشتراكي هنا حزب يميني وحزب يساري ولكن عندما نتوقف عند البرنامجين الانتخابيين هناك تشابه كبير بينهما هناك أولا الرهان على الاقتصاد وحتى أن النقاط التي أثارها في الاقتصاد تتشابه بشكل كبير هناك التخفيض من ضرائب على الدخل هناك العمل على الحد من التدخم الرافع من ناتج الداخلي الخام الرهان على التجارة الخارجية دعم المقاولات المتوسطة والسهرة دعم تنمية القروية هذا في الجانب الاقتصادي في الجانب الاجتماعي هناك كذلك رهان على قطاع الصحة وهو من القطاعات التي تطرح مشكل في إسبانيا أقصد الصحة العمومية الرهان على التعليم خصوصا التعليم الأساسي وجعله مجاني كذلك التعليم الجامعي والرهان على الشباب كذلك فيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية دائما قضية السكن ومنح قروض للشباب لإقتناء السكن هناك كذلك قضية المرأة في البرنامجين حاضرة المساوات بين المرأة والرجل ونبض العنف ضد المرأة هناك قضية الهجرة وهذه نجدها بالخصوص في برنامج الحزب الاشتراكي تسهيل اندماج المهاجرين واللاجئين الآن فيما يتعلق بالحكومة المقبلة التي ستصفر عنها نتائج انتخابات 23 يوليوز فالسيناريو الأقرب هو تشكيل حكومة يمينية على أي حال حكومة يمينية لن تكون من حزب واحد لن يستطيع الحزب الشعبي أن يفوز بالعدد النواب من البرلمان الذي يسمح له بتشكيل حكومة من لون واحد وبالتالي فهو سيضطر إلى التحالف مع حزب بوكس فهذا التحالف قد يسمح بالوصول إلى سقف 176 نائب فهذا الرقم ضروري لتشكيل الحكومة على اعتبار أن عدد نواب البرلمان الإسباني هو 350 نائب إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة من حزبين سيضطر للتحالف مع الأحزاب الإقليمية الصغيرة مثل حزب القوم البسكي أو الحزب كاناري أو حزب غاليسيس السيناريو الثاني ويبقى دائما في إطار المفاجأة هو أن يفوز اليسار أمر مستبعد ولكن وارد على اعتبار أن 30% من الناخبين في إسبانيا لا يقرنون التصويت إلا في آخر لحظة وبالتالي لم يدخلوا في استطلاعات الرأي فيمكن أن يفوز الحزب الاشتراكي بطبيعة الحال لن يتمكن من تشكيل حكومة لوحده لا بد أن يتحالف مع حركة سومار وإذا لم يصل إلى سقف 176 يمكن أن يتحالف مع بعض الأحزاب اليسارية الإقليمية مثل حزب القومي الكتالاني أو تنظيمة يساريات في الأقاليم الهامشية ويمكن أن يصل إلى هذا الرقم بالنسبة للعلاقات مع المغرب سواء الحزب الاشتراكي أو الحزب الشعبي يعني المنتظر أن يفوز أحدهما في الانتخابات يجعلها على رأس أولويات سياسته الخارجية إذا فاز الحزب الاشتراكي فالأمور ستبقى كما هي عليه إذا فاز الحزب الشعبي لن تتغير الأمور وهنا ربما لأضع المشاهد الكريم في الصورة يجب أن أشرح موقف الحزبين من قضية الصحراء لأن قضية الصحراء هو تيرموميت العلاقات المغربية الإسبانية اليوم خصوصا لما أعلنت إسبانيا عن تغيير موقفها من قضية الصحراء في مارس 2022 فعندما نعود إلى الأدبيات السياسية الإسبانية منذ 2008 نجد بأن سواء الحزب الاشتراكي أو الحزب الشعبي وهما في الحكومة يتبنيان مقترح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء ولكن دون أن يعلن عنه بشكل رسمي ودون أن يعلن عنه لأن الموضوع يتير الكثير من الحساسية في الرأي العام الإسباني وهم لا يريدون أن يحوله إلى موضوع انتخابي فمثلا لما وصل ساباتيرو إلى الحكومة للمرة الثانية سنة 2008 كلف وزير خارجيته موراتينوس بالاشتغال على هذا الملف وكان موراتينوس يسير في اتجاه أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء هو الخيار الوحيد الممكن لما وصل الرخوي إلى الحكومة سنة 2012 كلف المعهد الملكي الكانو وهو معهد للتفكير استراتيجي مهمته صنع السياسات وقرارته يصادق عليها في مجلس الوزراء فكلف هذا المعهد بالاشتغال على ملف الصحراء وتقديم تصور حول الموقف الذي يجب أن تأخذه إسبانيا إسبانيا اشتغل في هذا التقرير لمدة شهور أكثر من 200 خبير منهم ثلاثة وزراء خارجية وفي 2014 قدم إلى مجلس الوزراء الذي صادق عليه وقال بالحرف بأن في غير مصلحة إسبانيا إقامة كيان مجهري في الصحراء لأنه يهدد استقرار المنطقة ويهدد مصالح إسبانيا وبالتالي الخيار الوحيد الممكن هو مقترح الحكم الذاتي إذن الذي نلاحظ هو أنه الذي قام به بيدرو سانتيس سنة 2022 هو إعلان ما كان يدور في الكواليس هذا يعني بأن الموقف الإسباني من قضية الصحراء هو موقف دولة وليس موقف حكومة هذا الموقف لن يتغير بتغير الحكومات في حالة ما إذا فاز فيخو في الانتخابات يعني الحزب الشعبي فاز في الانتخابات ففيخو أعلن بشكل واضح أن العلاقات مع المغرب ستكون من أولويات سياسته الخارجية هو يعي بأن هذه العلاقات إذا وقع فيها ستوتر ستتضرر مصالح البلدين ولكن بالخصوص مصالح إسبانيا وسيحرص على عدم تضرر ويعرف بأن تغيير الموقف الإسباني من ملف الصحراء قد يضر بهذه العلاقات نحن نتحدث عن علاقات متشابكة بشكل كبير هناك الملف الاقتصادي هناك 17 ألف شركة إسبانية تتاجر مع المغرب إسبانيا هي الشركة التجاري الأول للمغرب حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتجاوز 20 مليار يورو هناك حوالي 800 شركة إسبانية لها استثمارات في المغرب وبالتالي كل هذا سيأخذه بعين الاعتبار سيأخذ بعين الاعتبار الملفات الأخرى الملف الأمني محاربة الإرهاب الجريمة المنظمة المخدرات وهنا التعاون في مجال الهجرة أعطى نتائج إيجابية جدا بدليل أنه في سنة 2023 المنفذ الوحيد في جنوب المتوسط الذي تراجعت فيه الهجرة إلى شمال المتوسط هو بين المغرب وإسبانيا وترجعت بنسبة 30% هناك الملف الاجتماعي كذلك ملف الجالية المغربية في إسبانيا بين المغاربة المهاجرين والمتحدري من أصل المغربي أكثر من مليون و300 ألف يحتاجون بالنسبة للأبناء لاندماج في المدارس أكثر من 120 ألف تلميذ مغربية يدرسون في المدارس الإسبانية هناك جالية مغربية تحتاج لاندماج في المجال المهاني بالمناسبة الجالية المغربية هي أول جالية في إسبانيا من ناحية العدد وكذلك أهم مساهم في صندوق الضمان الاجتماعي تحتاج كذلك إلى اندماج فيما يتعلق بالحقل الديني وكل هذا يتطلق تعاون متمر وعلاقات مرنة بين البلدين هناك الملف الثقافي في المغرب توجد أهم وأقدم باعتة ثقافية إسبانية في المغرب وفوق كل هذا هناك التزامات يعني بعد الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في الرباط في فبرايل 2023 تم التوقيع على أكثر من 20 اتفاقيات هم المجال الاقتصادي، الاجتماعي، الأمني، السياسي، الثقافي وكل هذه الاتفاقية قد تتضرر إذا تغير الموقف الإسباني من الصحراء وبالتالي أظن أن فيخو يعي بكل هذا وبالتالي يدرك بأن الموقف الإسباني من ملف الصحراء يجب أن يستمر كما هو عليه وللحديث صلة